شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي فعاليات منتداء الأعمال المصري البولندي والذي أقيم بالقاهرة بحضور الرئيس البولندي أندري دودا وعدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة عدد من ملفات التعاون المستقبلي في مختلف المجالات وخلال كلمته قال رئيس مجلس الوزراء أن تفعيل وتنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع في السابع من يونيو 2021 بين الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومنطقة كاتوفيتسا الاقتصادية البولندية لإقامة منطقة صناعية بولندية في مصر سوف يفتح أفاق واسعة أمام زيادة الاستثمار البولندي والأوروبي في مصر مؤكدا حرص مصر على تقديم كافة التيسيرات الممكنة لإنجاز هذا المشروع المحوري وعلى مدار سنوات طويلة ارتبطت مصر وبولندا بعلاقات اقتصادية قوية حيث تعتبر القاهرة أحد أهم شركاء وارسو تجاريين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفراقيا كما شهدت العلاقات بين البلدين ازدهرا كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي علاقات اقتصادية قوية تربط بين مصر وبولندا على مدار سنوات طويلة من التعاون بين البلدين ازدهرت تلك العلاقات بشكل ملحوظ بعد انضمام وارسو للاتحاد الأوروبي القاهرة تعد أحد أهم شركاء وارسو التجاريين في الشرق الأوسط وأفريقيا وخاصة من خلال اتفاقية الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي وفي المقابل تعد وارسو سوقا كبيرة ومفتوحة لمصر وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدار التعاون بين مصر وبولندا وتضاعف حجم التبادل التجاري بينهما وتصدر مصر لبولندا العديد من المنتجات والمحاصيل مثل الحضروات والفواكه الطازجة والمجففة والمنتجات الورقية والبلاستيكية والرخام والجرانيت وأجزاء الدوائر الكهربائية وغيرها أما أبرز الواردات المصرية من بولندا فتتمثل في الأجهزة والمعدات الميكانيكية والكهربائية وأقطاب الكربون وآلات الرفع ومصابيح كهربائية كما تشمل الصادرات البولندية لمصر منتجات معدنية مثل هيدروكربونات غازية وغازات طبيعية وكربونية ومنتجات حيوانية وغيرها وشهد عام 2017 توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين القاهرة ووارسو لتعزيز التعاون الثنائي وزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين كما تم توقيع اتفاق إنشاء الغرفة التجارية المصرية البولندية المشتركة وفي نفس العام تم توقيع أربعة خطابات نوايا لإنشاء مشروعات جديدة في مجالات تصنيع ألبان الأطفال ومعالجة النفايات وتصنيع المادة الخاصة برصف وتثبيت الطرق وإنشاء مراكز لتوزيع منتجات الحاصلات الزراعية بالبلدين إذن هو تعاون اقتصادي تجاري مثمر بين مصر وبولندا اتسم بالازدهار خلال السنوات الماضية ويواصل تطوره وتنامية